الدور الفرنسي هو اللي يعني حياخد معظم الكحكة في الموضوع ده دور الفرنسي كلنا عارفين معظم البلاد الافريقية معظم اللعيبة محترفين في فرنسا وبالتالي ده شيء متوقع ان انت في الدور الفرنسي تلاقي 158 لاعب يعني انت بتتكلم يعني 158 لاعب ده كتير اوه جماعة اوه بصراحة يعني 158 لاعب من الدور الفرنسي يعني ده الدوري وقت كسل امم ده يبقى الدوري ده ايه ده بيتجمد خالص يعني الدوري الانجليزي في المركز التاني 69 لاعب الدوري الاسباني في المركز التالت 52 لاعب الدوري التركي في المركز الرابع 50 لاعب والمفاجأة الدوري الانجولي 48 لاعب دي ترتيب الدوريات الاكثر تمثيلا بلعبين فيه كاس افريقية طيب تعال نشوف بقى الدوريات الافريقية الدوريات الافريقية الاكثر تمثيلا اكيد مادام احنا اتكلمنا على الدوري الانجولي ان هو كان في المركز الخامس بالنسبة للدوريات كلها فوضع طبيعي ان الدوري الانجولي يبقى في المركز الاول بـ 48 لاعب يعني الدوري المصري بـ 45 لاعب وبعد كده الدوري الجنوب افريقي بيمثله 42 لاعب على النحية التانية بقى لو قلنا الدوريات الافريقية الدوريات الافريقية الاقل تمثيلا الاقل تمثيلا هتبص بقى هتلاقي هتلاقي ان الدوري السنغالي ما فيهوش لاعب هتبص هتلاقي الدوري في غنية بيساو ما بيمثلوش لاعب وده موضوع ممكن يفاجئ ناس كتير يعني تماشي منتخب السنغال احنا عارفين المنتخب السنغال بيجيلك 23 جالك 27 وعشرين جالك 30 جالك 50 حيجيب لك الناس كلها من بر ولكن انت تتفاجئ كمان ان منتخب غنية بيساو المشارك في البطولة ما فيهوش حتى ولا لعيب واحد بيلعب في الدوري المحلي ده حاجة غريبة لان منتخب برضو غنية بيساو كله مجموعة من المحترفين اه ممكن ما يبقوش بيلعبوا في الاندية الطب ولكنهم في الاول وفي الاخير بيلعبوا في دوريات اوروبية خارجية فبرضو منتخب من المنتخبات المتطورة بشكل كبير جدا ومنتخب يتعمله الف حساب غنية بيساو على مدار الاربع خمس سنين اللي فاتوا لأ منتخب غنية بيساو بيعتقد وعشان كده دايما بنقول البطولة صعبة هتكون صعبة البطولة صعبة وحيبقى فيها مفاجآت كتير وكله بيسعى للمزيد احنا اه احنا عملين نتكلم طبعا على منتخبنا وبنقول احنا عايزين النجمة التامنة ولكن احنا بنتكلم على منتخبات دا الطعم البطولة زي المنتخب السنغال اللي حاول 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 لحد ما قدر ان هو يتحصل عليها اخيرا وكنا مستغربين ازاي منتخب السنغال دا ازاي ما عندوش بطولة افريقية باللعب اللي عنده حاول السنة اللي قابلها في مصر ولعب نهائي وقدم بطولة كبيرة جدا ولكن منتخب الجزائري هو اللي فاز وفي 2002 خسر ضد الكاميرون خسر من الكاميرون بجيل اسطوري اللي هو كان فيه الحج ديوف حاوله كتير فطبعا يعني الدنيا كانت وقال يو سي سي قاعد لو معارفش هو يعني في 2002 حاول معهم مع الحج ديوف ومعارفش وكان كابتن المنتخب معارفش الراجل مش مشكلة اشتغل على نفسه وبقى مدير فني وحاول مرة واثنين وهو مدير فني لحد ما اخدها السنة اللي بعدها الكرة جماعة عايزة اسرار اه ممكن يكون عندك احسن لعيبة ولكن ما عندكش الاسرار او الحماسة مش هي كما يجب ان تكون مش هتحقق حاجة ممكن يبقى عندك لعيبة اقل شوية ولكن اللعيبة اقل شوية دولت مع بعض رجالة ولمين بعض وحماس وكله نازل غير على التشيرت اللي لابسه وكله عايز يعمل احسن حاجة لانه عارف انه فيه شعب في داره والله يعمل احسن حاجة في الدنيا هي الكرة كده وتعودنا انها كده وتعلمناها كده فزي ما بقولك احنا بنفكر في نفسنا انما السنغال ده الطعم البطولة انا عندي جيل كويس ومحترم ده فرصة ان انا اجيب تاني انا بكلمك على لسان حال السنغال عندي جيل محترم اجيب تاني منتخب تونس منتخب كبير ومن عمالقة القرى الافريقية ولكن ايه بطولة 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 واحدة الفين واربعة وكانت في تونس ليه ما اجيبش بطولة تانية منتخب المغرب رابع العالم رابع العالم بطولة 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 في ستة وسبعين اكيد هيقولك انا ازاي بالجيل دوت بطولة انت بتتكلم ده داخل على خمسين سنة داخل على خمسين سنة ما بيكسبش كاس امم منتخب المغرب رابع عالم اكيد هيسعوا ان هم يستغلوا الحالة اللي هم فيها رابع العالم وعنده لعيبة بسم الله ما شاء الله كل واحد هتلاقيه بيفكر في نفسه كل واحد شايف من وجهة نظره ان هو اللي هيحكم الموضوع ده في الآخر ارض الملعب اللي هيحكم الموضوع ده ارض الملعب طيب تعالوا نشوف يعني لو هنعمل تشكيل مثالي لكاس امم افريقيا وفقا للقيمة التسويقية يعني وفقا للقيمة التسويقية تعالوا نشوف 11 لعيب كل واحد في مركزه من حيث القيمة التسويقية بتاعته الاغلى في كل مركز تعالوا نبدأ بحرص المرمى طبعا اندريه اونانا حرص مرمى منشستر يونايتد في المركز الاول ب40 مليون يورو يعني في المركز الاول كحرصة مرمى اه يعني كحرصة احنا بنتكلم ده من ناحية القيمة التسويقية الاغلى في كل مركز حتيجي تشوف في خط الدفاع حتلاقي اشرف حكيمي من المغرب قيمة التسويقية بتاعته 65 مليون يورو ايدمون تابسوبة من بوركينا فاسو ب40 مليون يورو عثمان ديوماندي من كودفور 48 مليون رايان اه اه تنوري الجزاير 28 مليون يورو تاني كل واحد الاغلى من القيمة في قيمة التسويقية في مركزه خط الوسط الدفاعي هيبقى في فرانك انجويسا من الكاميرون 35 مليون يورو مع باب مطر صار من السنغال ب35 مليون يورو تعال نشوف السلاسي اللي تحت رأس الحرب نجمنا طبعا محمد صلاح بقيمة تسويقية 65 مليون يورو محمد قدوس نجم منتخب غانا ولعب واستهام في الدولة الانجليزي 45 مليون يورو وسايمون ايدنجرا من كود ديفور 25 مليون يورو ده السلاسي الهجومي هتخش على رأس الحرب طبعا ما فيش غيره هو بقى الاغلى في القيمة التسويقية بلا منازع ده الاغلى في مركزه والاغلى في التشكيل المثالي كله من اوله الاخر فيكتور أوسيمين نجم منتخب نيجيريا ورأس حربة منتخب نيجيريا ونابولي الايطالي والحائز على افضل اللاعب في القارة الافريقية في الاحتفال اللي تم منذ ايام 110 مليون يورو طبعا لاعب يعني من اللاعبة التقيلة اوي في القارة الافريقية فيكتور أوسيمين فيكتور أوسيمين اعتقد انه هو لو كان موجود مع منتخب نيجيريا في البطولة الاخيرة كان حيفرق معهم بشكل كبير جدا كلنا شفنا مستوى منتخب نيجيريا حتى في خروج منتخب نيجيريا بعد ما صعد ومقابلته مع المنتخب التونسي كان ساعتها المنتخب التونسي ما بيقدمش افضل اداء ليه ولكن فجئنا المنتخب التونسي انه هو عمل مباراة كبيرة وقدر انه هو يتخطى ويخرج منتخب نيجيريا ولكن شفنا منتخب نيجيريا في دور المجموعات شفنا طبعا اكيد منتخب نيجيريا في مواجهته مع منتخبنا اللي كانت في اول مشوار منتخب تقيل وعنده اسماء تقيلة والاسماء التقيلة دي كلها جاية وكلها حضرة وكلها متواجدة ومنتخب من المنتخبات القادرة انها تنافس وبشدة على البطول المرة دي فيكتر اسمين معاهم المرة اللي فاتت كان ساعتها الرجل كان عنده اصابة حيلحق مش حيلحق كان الرجل حاطت قناع على وشه فطبعا الناس خافت عليه سواء في النادي بتاعه او مع المنتخب فما كانش موجود وجوده هيزود بشكل كبير جدا منتخب نيجير طيب برضو صحيفة زاسان البريطانية تكلمت برضو على فريق ارسنال وان الارسنال ممكن في فترة الانتقالات الشتوية يبتدي يفكر في الاستغناء عن بعض اللعيبة في اطار انه برضو يجد الدماء الفريق في منتصف الموسم وانه يبرم برضو كذا صفخة تساعده على المنافسة مع أستون فيلا وليفربول ومنشستر سيدي اتكلموا انه في ثلاث لعيبة مرشحين للرحيل من ضمنهم نجمنا محمد النني وطبعا شفنا وسمعنا الفترة اللي فاتت عن تقارير بتربط النني بتركيا وان الرجل ممكن يفكر انه هو ما يكملش مشواره هيبقى معه سيدريك سواريس ده على حسب صحيفة ساصان ان محمد النني سيدريك سواريس نونو تفاريس هم اللي ممكن يطلعوا في فترة الانتقالات الشتوية طبعا عقد محمد النني مع ارسنل حينتهي بنهاية الموسم ده يعني هو الرجل يحق ان هو يوقع في يناير لاي نادي طبعا على ان يتم الانتقال له في بداية الموسم الجديد حنشوف واكيد وحنتابع ولكن مش عايزين انني يشغل باله بالكلام ده خالص دلوقتي انني يعني اكيد من اللعيبة اللي احنا بنعتمد عليها في خط وسط منتخبنا العيب مهم جدا جدا وان شاء الله ربنا يوفقه ويعمل بطولة كبيرة ودي اكيد هتفرق معاه بشكل كبير قوي وان من خلال البطولة ممكن ياخد خطوة تبقى خطوة كبيرة جدا كمان حتى غير المتوقع هنشوف ولكن التركيز ثم التركيز ثم التركيز طبعا محمد النني سريعا قبل ما نطلع فاصل لعب 159 مباراة سجل 6 اهداف صنع 10 اهداف بطولاته طبعا انا بكلمك على ارسنال سجل 6 اهداف صنع 10 اهداف طبعا بطولاته كسب مرة كاس الاتحاد الانجليزي في 2017 كسب 2 كاس ربطة 1 في 2018 و2021 21 كسب